من مهازل التاريخ ومن هوان الدنيا أنه النائبة عاليا نصيف اللي إلها تاريخ عريض بطرق الابتزاز وتقاضى الرشوة تتهم الآخرين أنهما قتشقشية ونسأت هاي النائبة الحسناء أنه القتشقشي هو اللي يقدر يحصل موافقة بإصدار أكثر من 200 إجازة إنشاء محطة تعبئة وقود مقابل الملايين من الدولارات ونسأت أنه القتشقشي هو اللي يستولي على أراضي زراعية ويحصل بيها إجازة استثمارية يسوي بيها ثلاث مجمعات سكنية ونسأت أنه القتشقشي هو اللي يقدر يسكن بقصر ومزرعة بمنطقة البعاثة مع بقية القصور اللي بالكاظمية والجادرية ونسأت أنه القتشقشي هو اللي يقدر يعين ابن معاون مدير عام برئاسة الوزراء وهو الهسة عمره جوال 25 سنة وأنه القتشقشي هو اللي يقدر يبتز وزير الصناع الأسبق بخمسة مليون دولار وهو اللي حاول ابتزاز الدكتور خالد العبيدي بقضية الاستجواب الشهيرة وهو اللي يبتز أمين بغداد الأسبق طيب أنت من تحكين على القتشقشية شنو نسيت تاريخي شبطابو البياع اللي ماكو مواطن بغدادي ما يعرف أنه أنت شنتي أكبر قتشقشية بي لو نسيتي أنت المصنفة رقم واحد بعمليات البوق والسرقة والعقود الحكومية المشبوهة واللي صار لك خمس دورات برلمانية تمارسيها على مرأة ومسمع الكتل السياسية كلها هس لو غيرت يحكي بالقتشقشية ممكن ناخذه وننطوياه هو مو أنت اللي من فوق هالله هالله ومن جوه يعلم الله